السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم طلابي طلاب الصف الخامس الابتدائي ان شاء الله النهاردة هنشرح اول دروس الجغرافية وهو درس السياحة لازم نعرف مع بعض كده الفرق بين السائح والسياحة السياحة هي الصفر لاغراض مختلفة كل واحد بيسافر هدفه غير التاني يبقى الصفر لاغراض مختلفة منها الطرفية طبعا لو قلنا مثلا احنا راحين شرم الشيخ الغرداء اسكندرية كل المصائف دي كلها سياحة طرفهية لا اما العلاج لان في ناس كتيرة بتجيلنا من بره واحنا بنسافر بردك بنعمل سياحة علاجية ودولة اللي بيجولنا عشان طبعا احنا عندنا حاجة اسمها الرمال وهنعرفها مع بعض في الدرس ده حاجة اسمها الرمال الساخنة والعيون الكابريتائي ودول بيعالجوا وبيقدروا ان هما يعملوا استشفاء من امراض كتيرة هنحكيها مع بعض وكمان في ناس بتسافر عشان الاستفادة العلمية انها تكمل تعلمها وكمان يا مستر اغراض دينية وقصد بالاغراض الدينية اللي هو الحج او العمرة يبقى كده فهمنا مع بعض تعريف السياحة سياحة لمشونطق وسافر السفر لاغراض مختلفة منها العلم والعلاج والترفيه والدين لكن تعريف السائح هو الشخص الذي ينتقل من مكان اقامته الاصلي بغرض السياحة مقاومات الجذب السياحي في مصر طبعا السياح بيجولنا في الصيف ولا في الشتاء ولا طوال العام انا سمعكوا سنة خمسة بتقولوا طوال العام يبقى كده السبب اللي يخليهم يجولنا طول السنة قالك ان احنا عندنا مقاومات يعني مقاومات عوامل بتساعد على جذب السياحة عندك مقاومات طبيعية ومقاومات بشرية وهنعرف مع بعض دلوقتي المقاومات الطبيعية ايه هي اول حاجة لموقع وطبعا احنا عارفين من سنة ربعة ان موقع مصر متميز حيث تطل مصر انا سمعكوا بتقولوا على بحرين المتوسط في الشمال والبحر الاحمر في الشرق وده طبعا عامل مهم جدا ان يخلي السياح يجيجوا بلدنا موقع مصر متميز مصر تتوسط كم قرة تلات قرات افريقيا واسيا واوروبا اكيد السياح بيفكروا في المكان اللي اقرب ليهم فهنلاقي سواء انت في اسيا سواء انت في اوروبا هنلاقي ان في النص مصر فعشان كده بنلاقي جزب سياح كتيرة جدا في بلدنا سواء في الصيف او الشتاء سواء من الخليج العربي السعودية بيجولنا في الصيف عشان الحر او من اوروبا بيجولنا في الشتاء عشان شدة البرودة يبقى كده فهمنا مع بعض ما النتائج المترتبة على موقع مصر المتميز اصبحت مصر مركزا حضاريا مركز مهم يجذب السياح من كل دول العالم هنتكلم دلوقتي عن مناخ مصر المعتدل قالك يا تميز مناخ مصر بمعتدل طوال العام خاصة في فصل الشتاء ما النتائج المترتبة على زين قالك احنا لسه قيلين من شوية ان في اوروبا بيهربوا من البرد وبيجوا عندنا يبقى اكيد يا مصر بسبب الاستمتاع بالشمس والدفء وخاصة في المناطق الباردة مثل دول اوروبا يبقى كده يجينا سؤال في اللي متحان يقول لنا ما النتائج المترتبة على مناخ مصر المعتدل خاصة في فصل الشتاء هنقول له لهروب من برد في اوروبا وكمان لاستمتاع بالشمس والدفء هنتكلم دلوقتي عن رقم 3 الطبيعة الخلابة وكلمة الخلابة يعني الجميلة وهنلاقي في مصر في مناطق خلابة ويستمتع بها السياح زي المناطق الصحراوية والجبلية والمناطق الزراعية والمناطق الساحلية هنبدأ بواحدة واحدة كده المناطق الصحراوية قالك في الصحرة وفي الجبال طبعا في اماكن جميلة جدا بيتتميز بايه بقى اول حاجة نقاء الهواء هوى ناكي ما فيش طبعا عوادم سيارات ولا في مصانع يبقى الهوى الناكي ده رقم واحد المناظر الجميلة رقم اتنين ده في المنطقة الصحراوية والجبلية بيلاقي طبعا جبال بشكل مميز ورقم ثلاثة انتشار المحميات الطبيعية واحنا عارفين يا سنة خمسة ان المحمية هي عبارة عن حتة أرض أو مية فيها نباتات وحيوانات وكائنات حية مهددة بالانكراد فناس كتيرة بتروح تشوف المناظر دي والأماكن والحيوانات اللي هي طبعا مهددة بالانكراد وكل ده في المناطق الصحراوية ورقم أربعة وجود الوحات لأن الوحات بردك منطقة مهمة جدا فيها أبار وعيون ومناظر لجذب السياح وأشهر الوحات في مصر واحد سيوة وأشهر الجبال جبال البحر الأحمر والمحميات محمية الصحراء البيضاء يبقى نقول تاني كده المناطق الصحراوية تتميز هوا ناقي مناظر جميلة طبيعة خلابة محميات ووحات المناطق الزراعية أول مقول زراعية أكيد وجود نهر النيل وجود نهر النيل سبب رئيسي إن السياح طبعا يجو بلدنا يركبوا البواخر والمراكب الصغيرة ويستمتعوا طبعا بالحقول الخضراء التي تريح العين يبقى هنا يجي لك سؤال المناطق الزراعية وجود إيه نهر النيل والحقول الخضراء طبعا زي كورنيش النيل والمنتزهات النيلية والمراكب والرحلات النيلية المناطق الثالثة هي المناطق الساحلية وأول مقول ساحلية عندك ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر هنلاقي في البحر المتوسط الشواطئ الرملية الجميلة المشمسة يبقى البحر المتوسط في شواطئ رملية زي مرصة مطروح واسكندرية لكن بقى اللي بيتميز في البحر الأحمر أكيد أنتوا بتقولوها دلوقتي الأسماك الملونة والشعب المرجانية يبقى الشعب المرجانية موجودة فين؟ في البحر الأحمر زي شرم الشيخ وأكيد إحنا عارفين إن في محمية مهمة جدا في جنوب سينة اسمها محمية رأس محمد والسياح بيحبوا هناك يروحوا الأماكن دي يبقى أنا عندي آخر مرة طبيعة الخلابة مناطق الزراعية مناطق ساحلية ومناطق أو طبيعة جبلية وصحراوية ويلا نبدأ سنة خمسة المقاومات البشرية وأول عامل عندنا في العوامل البشرية الأسار التاريخية وهنا يجي لنا سؤال دلل على صحة العبارة يعني اثبت إن تمتلك مصر العديد من الأسار هنقول له حيث يوجد أسار فرعونية وأسار يونانية ورومانية وأسار كبتية وأسار إسلامية تعالي بقى نفهم واحدة واحدة الأسار الفرعونية اللي بتتمثل طبعا في تاريخ بلدنا زي الأهرامات وزي التمثيل وإحنا عارفين إن معظم أسار العالم موجودة في محافظة أنا سامعكم بتقوله برافو عليكم محافظة اللقصر يبقى محافظة اللقصر دي بيقول عليها مدحفا مفتوحا تبلية مستر بيسموها مدحف مفتوحة لما بندخل أي مدحف بيبقى لي بوابة دخول وخروج وجواها تمثيل وإحنا لو رحنا لأسر هنلاقي كلها تمثيل وتقدر تروح يمين وشمال من غير ما يبقى فيه بوابة بتمنعك عشان كده قالوا عليها مدحفا مفتوحا ويجينا سؤال وكل سنة بيجينا أكمل ما يأتي تمثل مدينة نقط مدحفا مفتوحا أكيد أنتوا عرفتوا على طول مدينة اللقصر نتكلم عن الأسار الرومانية واليونانية وإحنا عارفين عمود السواري مصرح روماني كله في اسكندرية يبقى معظم الأسار اليونانية والرومانية هتلاقوها فين في اسكندرية يبقى يونانية رومانية في اسكندرية يبقى تعتبر نقط مركزا للأسار الرومانية خلاص أنتوا عرفتوا الإجابة تعالى بقى الرقم 3 الأسار الكبتية وما ننساش الترمي الأول الكنيسة المعلقة واي دير زي دير المحرك او دير الانبة بشوي اي دير طبعا اثار كبتية ما فضلش غير الاثار الاسلامية ويجينا سؤال في الامتحان مسجد عمر بن العاص جامع الازهر كلها اثار ايه اسلامية يبقى لازم نفرق ان الاثار الدينية منقسمة لكس مين اثار اسلامية واثار كبتية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة